أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالدور الذي تطلع به الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في إعداد الأبحاث والدراسات وتنمية القدرات الوطنية بما يخدم توجهات مملكة البحرين ويعزز مكانتها في مجال علوم الفضاء جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصغيرة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء حيث قدم إلى جلالته إجازا حول أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة في الفترة الماضية إضافة إلى أهم الخطوات المتخذة من قبل الهيئة في سبيل بناء القدرات الوطنية في مجال علوم الفضاء المختلفة وذلك عبر التعاون والتنسيق مع عدة وكالات فضاء ومؤسسات بحث علمي مرموقة وعلى وجه الخصوص التعاون الوثيق مع وكالة الإمارات للفضاء والتي تربطها بالهيئة مذكرة تفاهم وقعت على همش معرض البحرين الدولي للطيران 2016 كما تضمن الإجاز بيانا لمراحل تنفيذ مجموعة من المشاريع المستقبلية والتي مشانها المساهمة في الارتقاء بجودة ونوعية مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها عدة مؤسسات حكومية بما يعود بالخير على مملكة البحرين وقد شد جلالة الملك المفدى حافظه الله بالخطط التي تنفذها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومشاريعها المستقبلية وما قطعته الهيئة من شوطا كبير في مراحل التدريب والأعداد وجهودها الرامية لتعزيز التعاون القائم بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع علوم الفضاء لتحقيق كل الهداف المشهودة من أجل تقدم وتطور والزهار البحرين وأكد جلالته أن المملكة مشهود لها عبر تاريخها العميق بحرصها المستمر على الرقي والتطور في جميع القطاعات لكل ما فيه خيره ورفاه مواطنيها متمني أن جلالته للرئيس التنفيذي دوام التوفيق خدمة للوطن العزيزة وقال الدكتور العسيري أن الاهتمام بعلوم وتقنيات الفضاء أصبح على سلم أولويات العديد من دول المنطقة في السنوات القليلة الماضية بعد أن كان حصرا على مجموعة من الدول لعدة عقود وذلك لما لهذه العلوم والتقنيات من دور هم في رفع مستوى ثقافة الأمم عبر تعزيزها للتعليم والبحث العلمي والتطور الصناعي والتنمية الاقتصادية حتى باتت مقياسا لرقي الأمم وتقدمها وأن ما يشهده العالم من سباق محموم في هذا المجال لم تعد مملكة البحرين في منعا عنه بل باتت جزءا منه وأنصرا فاعلا فيه بما تمتلكه من خبرات وطنية هي محل اعتزاز وفخر لكل مواطن وأن مساهمتها العديدة في تبادل الخبرات في مجال علوم الفضاء وتقنياته المتنوعة غدت محل تقدير العديد من الدول خصوصا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترجمة نانسي قنقر